أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملي لفقه العيش المشترك بما يجمعه من شباب يأتون من مختلف دول العالم على اتساع دياناتها وثقافاتها بما يؤكد إيمان مصر الراسخ بحق العيش الإنساني المشترك واحترام أدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أشار وزير الأوقاف إلى أن المنتدى يتسع للمختلفين ديانة وثقافة وجنسا ولونا ولغة ليتلقوا يلتقوا معا على أرض الكنانة ذلك في إطار إيمانها الكامل بنظرية الاختلاف والتنوع كما أكد جمعة أن مثل هذه المنتديات والملتقيات تعزز نظرية التقارب وتعارف الإنسانية من خلال تبادل المعارف والخبرات والثقافات والوقوف على ما وصل إليه خيرة شباب العالم في مختلف المجالات